علمتنا الحياة أن نبقى دائما صامتين أمامها حتى ونحن على شفى حفرة من الموت يجب أن نبقى نحملق إلى حالتنا الميؤوس منها يجب أن نعلق آمالنا كلها في لحظة لا ندري متى ستنتهي نسميها الأمل إن أول عداء البشر هو الوقت في بادي الأمر نبدو كملائكة من السماء ينبطق الجمال منا في أول وهلة نرى فيها أنفسنا أمام البرآت وما هي إلا أيام وسويعات تنضي دون أن ندرك الأمر حتى يتحول ذلك الجسد إلى قطعة بالية مهتنئة تآكلت مع الزمن مليئة بالشوائب والأخطاء فلك هي الحياة نفسها